قال وزير الخارجية الامريكي جون كيريا اليوم انه يتوقع انعقاد مؤتمر مقترح للسلام حول سوريا تدعمه واشنطن وموسكو في اوائل يونيو المقبل ونفى التقارير بان حكومة سوريا لا تعتزم الحضور يأتي هذا فيما طلبت سوريا مزيدا من التفاصيل حول المؤتمر قبل اتخاذ قرار الحضور ما بين التأكيد والتأجيل يتأرجح مؤتمر السلام الدولي الذي اعلنت موسكو وواشنطن انعقاده نهاية الشهر الجاري كحل اخي لانهاء الصراع الدموي المستمر منذ اكثر من عامين في سوريا في اعقاب اللقاء الذي جمع رئيس بوتين ووزير خارجيات سرغي لفروف بوزير الخارجية الامريكية جون كيري في موسكو الاسبوع المقبل وزير الخارجية الامريكية رجح ان يعقد المؤتمر مطلع شهر يونيو المقبل معتبرا ان تحديد اليوم بشكل خاص ليس من صلاحياته عندما اعلننا عن المؤتمر قلنا ان موعده قد يكون اواخر الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل واتوقع ان تكون هذه التواريخ صحيحة وارجح ان يكون موعد انعقاده مطلع الشهر المقبل وبالنسبة لتحديد يوم الانعقاد فهذا امر لا يعود لي وحدي سوف نواصل العمل مع الاطراف المختلفة ونقوم بعمل لقاءات يومية مع الجميع لاننا نؤمن ان الطريق الوحيد لتسوية الازمة السورية يمر عبر التسويات والحلول السياسية التي يتم التوصل لها عبر المفاوضات ولو حكيري بان واشنطن سترفع مستوى الدعم الذي تقدمه للمعارضة اذ لم تشارك الحكومة السورية في المؤتمر لو قام الرئيس الاسد بحسابات خاطئة ولم يشارك في المؤتمر فان ذلك يعني على الفور زيادة في حجم الدعم والمساعدات المقدمة للمعارضة وكان وزير الاعلام السوري عمران الزعبي قد اعلن ان بلاده تريد تفاصيل اوفى حول مؤتمر السلام قبل ان تتخذ قرار المشاركة فيه وعلى عكس الامال الامريكية يأتي الموقف الفرنسي المتشائم ازاء انعقاد المؤتمر لكنه اشار الى وجود خطوات عملية على الارض للتحضير للمؤتمر في مقدمتها اجتماع سيعقد في الاردن لما يسمى بمجموعة اصدقاء سوريا الاسبوع المقبل نحاول العمل على تنظيم مؤتمر جنيف الثاني في اسرع وقت ممكن سيكون هناك مراحل تمهيدية في نهاية الاسبوع المقبل على الارجح ستلتقي اطراف عربية ودولية في الاردن وبعد ذلك قد يكون في باريس ندرك تماما ان هناك صعوبات جمّة ستقف في طريق اقامة هذا المؤتمر وربما تتسبب في تاجيله نريد تأليف حكومة انتقالية لان اتفاق جنيف الاول يقول انه يجب ان يكون هناك حكومة تملك كامل الصلاحيات وتؤلف بتوافق متبادل اما روسيا فما زالت تؤكد على اللسان غنادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي بان موسكو تأمل في ان يعقد المؤتمر الدولي حول السوريا في القريب العاجل وذلك لتطوير ما تحقق في مؤتمر الجنيف الذي عقد في يونيو الماضي